في المجلس النيابي شدد الحزب الاشتراكي على ضرورة تعديل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل توفير الخدمات والتقديمات للمواطنين من منطلق أن على الدولة ألا تبتعد عن دورها في الرعاية الاجتماعية كذلك وبدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بره نعقد تجلسة مشتركة أقر فيها مشروع القانون الهادف إلى تسوية مخالفات البناء الممتدة منذ عام 1971 لغاية عام 2016 أما لجنة الإعلام والاتصالات فقد عقدت جلسة لبحث ملفات متعلقة بشركة تاتش ومناقشة التوصيات في القطاع المتعلق بشركتي الخلوي فضيحة كبيرة متعلقة بمبنى تاتش اللي تم استقجاره بوسط بيروت اللي اندفع على 22 مليون دولار تجهيزات واندفع 6.4 مليون لأول سنة استقجار ويبدو أن العقد هو عشر سنين استقجار بعتقد أنه سعر البناء كله هو أقل من الأجار سرقة موصوفة وكانت قد عقدت تجلسة للجنة الفرعية الموكلة درس اقتراح القانون الهادف إلى تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة برئاسة النائب سمير الجسر ترجمة نانسي قنقر